تختلف القوى العمودية باختلاف الظروف ولتوضيح الفكرة، هذا مثال عن القوى العمودية في المصعد هذه أربعة احتمالات مرسومة على اللوح لما يحدث عند استخدام المصعد بالتسلسل في الحالة الأولى هنا، افترضوا أن السرعة المتجهة ونرمز لها بحرف V فوقه سهم تساوي صفر أي أن المصعد ثابت في مكانه ولا يتحرك وبما أن المصعد يتحرك في الاتجاه الرأسي فقط فالسرعة المتجهة هنا تساوي صفر متر في الثانية في الاتجاه الرأسي ونرمز لمتر في الثانية بمتر لكل S والتسارع نرمز له بحرف A فوقه سهم يساوي صفر متر في الثانية تربيع أيضاً حين يبدأ المصعد بالتسارع إلى الأعلى كما في الحالة الثانية هنا يكتسب تسارعاً افترضوا أنه يساوي 2 متر في الثانية تربيع وتذكروا أن الاتجاه إلى الأعلى موجب وإلى الأسفل سالب لذا يمكنكم أن تكتبوا 2 متر في الثانية تربيع ضرب رمز متجه الوحدة حرف J وفوقه إشارة الزاوية للدلالة إلى أن الحركة في الاتجاه الرأسي ولأنه إلى الأعلى فهو موجب إذن تسارع المصعد لمدة ثانية واحدة ثم وصل إلى الحالة الثالثة هنا لاحظوا في البداية كانت السرعة المتجهة تساوي 0 ثم تسارع المصعد لمدة ثانية واحدة ثم توقف عن التسارع كما تمثل الحالة الثالثة هنا وبالتالي فإن التسارع يساوي 0 متر في الثانية تربيع في الاتجاه الرأسي لكن انتبهوا فالمصعد اكتسب سرعة متجهة نتيجة لتسارعه لمدة ثانية واحدة في الحالة الثانية هذه السرعة المتجهة تساوي 2 متر في الثانية في الاتجاه جي الرأسي إلى الأعلى عندما اقترب المصعد من الطابق الذي يجب أن يصل إليه بدأ بالتباطئ أي أن التسارع في الحالة الرابعة يساوي سالب 2 متر في الثانية تربيع في الاتجاه جي وبما أنه سالب فالاتجاه إلى الأسفل أي أن المصعد يتباطئ إلى أن يتوقف في الحالات الأربع هنا ما مقدار القوة العمودية؟ وهي القوة التي تؤثر بها أرضية المصعد على الشخص الواقف في المصعد وتذكروا أن المصعد يعمل بالقرب من سطح الأرض لذا يتأثر الشخص داخل المصعد بقوة الجاذبية الأرضية ولنقل أن كتلة هذا الشخص 10 كيلوغرامات ويرمز للكيلوغرام بكي جي لاحظوا أن هذه العشرة كيلوغرامات ليست وزنه بل كتلته فالوزن يمثل قوة الجاذبية الأرضية أما الكتلة فهي مقدار المادة الموجودة في شيء ما بما أن كتلة هذا الشخص تساوي 10 كيلوغرامات ما مقدار قوة الجاذبية؟ أو كم يبلغ وزن هذا الشخص؟ في الحالة الأولى قوة الجاذبية تساوي الكتلة ضرب تسارع الجاذبية الأرضية 9.8 متر في الثانية تربيع هذا تسارع الجاذبية ويرمز له بحرف G فوقه سهم يساوي سالب 9.8 متر في الثانية تربيع وإشارة السالب تعني أن تسارع الجاذبية في اتجاه الأسفل قوة الجاذبية ونرمز لها بالرمز FG فوقه سهم تساوي 10 كيلوغرامات ضرب سالب 9.8 متر في الثانية تربيع ويساوي سالب 98 نيوتن ورمزها N في الاتجاه G ما مقدار قوة الجاذبية في الحالة الثانية؟ لا يزال المصعد بالقرب من سطح الأرض لم يرتفع كثيراً وكما تعلمون يتغير تسارع الجاذبية قليلاً بتغير المسافة عن مركز الأرض لكن بما أن المصعد لا يبتعد كثيراً عن سطح الأرض هنا يمكنكم إهمال التغير وافتراض أن تسارع الجاذبية ثابت إذا كان تسارع الجاذبية ثابت وكتلة الشخص لا تتغير بتحرك المصعد فهذا يعني أن لديكم نفس مقدار قوة الجاذبية في جميع الحالات في الحالة الأولى لا يتسارع هذا الشخص في أي اتجاه لا رأسياً ولا أفقياً بما أن التسارع صفر فإن محصلة القوى المؤثرة على هذا الشخص تساوي صفر هذا ما ينص عليه قانون نيوتن الأول للحركة ولأن محصلة القوى تساوي صفر فهذا يعني أن هناك قوى تؤثر على الشخص في الاتجاه المعاكس لقوة الجاذبية وتساوي لها في المقدار وتمنعه من السقوط باتجاه مركز الأرض هذه القوى المعاكسة هي القوى التي تؤثر بها أرضية المصعد على هذا الشخص نحو الأعلى بشكل متعامد لذا تسمى قوى عمودية ونرمز لها بـ FN فوقه سهم وتساوي 98 نيوتن في الاتجاه J إلى الأعلى وبما أن محصلة القوى المؤثرة على شخص تساوي صفر فإن سرعته المتجهة ثابتة وتساوي صفر أيضاً ولا يسقط باتجاه مركز الأرض ما هي محصلة القوى المؤثرة على الشخص في الحالة الثانية؟ لاحظوا أن الشخص هنا يتسارع مما يعني أن هناك قوى محصلة تؤثر عليه هذه FNET رمز القوى المحصلة وتساوي كتلة هذا الشخص 10 كيلوغرامات ضرب تسارعه 2 متر في الثانية تربيع ويساوي 20 كيلوغرام متر في الثانية تربيع أو 20 نيوتن إلى الأعلى وقوة الجاذبية ثابتة لا تتغير وتساوي 98 نيوتن إلى الأسفل في هذه الحالة لا يتأثر الشخص بقوة مقدارها 98 نيوتن إلى الأسفل فقط بل يجب أن يتأثر بقوة إضافية مقدارها 20 نيوتن إلى الأعلى تجعله يتسارع بسرعة 2 متر في الثانية تربيع فإذا كانت القوة إلى الأسفل تساوي سالب 98 نيوتن يجب أن يكون هناك 20 نيوتن إضافية في الاتجاه المعاكس أو إلى الأعلى لذا فالقوة العمودية تساوي 118 نيوتن في الاتجاه J إلى الأعلى إذن عندما يتسارع المصعد إلى الأعلى تصبح القوة العمودية أكبر بعشرين نيوتن مما كانت عليه في الحالة الأولى وهو ما يسمح لهذا الشخص بالتسارع ماذا عن الحالة الثالثة؟ لا يوجد تسارع لكن يوجد سرعة متجهة هنا كان المصعد واقفاً أما هنا فله سرعة متجهة فهل هناك قوة أكبر من قوة الجاذبية تؤثر نحو الأعلى وتجعل المصعد يتحرك إلى الأعلى؟ حسب قانون نيوتن الأول للحركة عندما تكون السرعة المتجهة ثابتة فإن محصلة القوة تساوي صفر لذا في الحالة الثالثة تكون القوة المحصلة مشابهة للقوة المحصلة في الحالة الأولى وإذا كنتم في هذا المصعد أو هذا المصعد لن تشعروا بأي فرق فالأجسام تشعر بالتسارع لكنها لا تشعر بالسرعة المتجهة إلا إذا كان هناك هواء أو أجسام أخرى تمر بها فهذا الشخص لا يعلم إذا كان المصعد ثابتاً في مكانه أو يتحرك بسرعة متجهة ثابتة لكن يمكنه الإحساس بها في هذه الحالة كنوع من الضغط على جسمه إذن حسب قانون نيوتن الأول لا يوجد أي قوة محصلة في هذه الحالة أي أن القوة العمودية أو القوة التي يؤثر بها المصعد على الشخص تساوي قوة الجاذبية المؤثرة إلى الأسفل القوة العمودية تساوي 98 نيوتن في الاتجاه ج إلى الأعلى ماذا يحدث في الحالة الأخيرة قبل أن يتوقف المصعد؟ لديكم تسارع مقداره سالب 2 متر في الثانية تربيع فما مقدار القوة المحصلة؟ القوة المحصلة تساوي كتلة الشخص 10 كيلوغرامات ضرب سالب 2 متر في الثانية تربيع القوة المحصلة هنا في الاتجاه ج نحو الأعلى تذكروا أن ج هو متجه وحدة في الاتجاه الرأسي إما نحو الأعلى أو نحو الأسفل حسناً سالب 2 متر في الثانية تربيع في الاتجاه ج ويساوي سالب 20 كيلوغرام في متر في الثانية تربيع في الاتجاه ج أو سالب 20 نيوتن في الاتجاه ج ضعوا القوة على الرسم في الأعلى هذه قوة الجاذبية تساوي سالب 98 نيوتن في الاتجاه ج وبما أن القوة المحصلة تساوي سالب 20 نيوتن فإن القوة العمودية تساوي 78 نيوتن لكن عكس اتجاه قوة الجاذبية ومقدارها سالب 98 نيوتن ولا تنسوا أنها في الاتجاه ج إلى الأعلى حاولوا أن تفكروا في هذه الحالات عند استعمال المصعد في المرات القادمة لن تشعروا بأن المصعد يتحرك إلا عندما يتسارع المصعد أو يتباطأ عندما يتسارع تشعرون بأن وزنكم أصبح أثقل وعندما يتباطأ تشعرون بأن وزنكم أخف لكن عندما يتحرك المصعد بسرعة متجهة ثابتة أو يكون ثابتا ولا يتحرك تشعرون أنكم جالسون في مكان ما على سطح الأرض ولا تتحركون ترجمة نانسي قنقر